أهلا بكم في النشرة الاقتصادية كشفت نتائج دراسة عن التوجه الانفاقي أن منبكة البحرين لم تشهد سوى انخفاض ضئيل في نسبة انفاق المستهلكين خلال العام الماضي على الرغم من التقلبات الاقتصادية في المنطقة وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة أمريكان إكسبرس أن ثلثين من شميلة مدراسة في البحرين أنفقوا نفس أو أكثر من المبلغ الذي خططوا انفاقه خلال العام الماضي كما كشفت الدراسة التي شملت خمس دول خليجية عن تحول ملحوظ في توجهة الانفاق حيث ركز العديد انفقهم على ضروريات الحياة حيث أجاب ما نسبته 68% من المشاركين بأنهم أنفقوا أكثر على المواصلات وما نسبته 62% أنفقوا أكثر على تناول الطعام في المنزل أهم تطرأ له هذا الاستبيان أن أولاً أن فقط 39% من سكان البحرين خفضوا من نسبة انفاقهم بمقارنة بالسنة الماضية وهذا في نظرنا شيء إيجابي فمعناه أن 61% لم يخفضوا من نسبة انفاقهم وكذلك رأينا أيضاً أن سكان البحرين يركزون أكثر على ضروريات الحياة أكثر من الانفاق على السلع الفاخرة والنقطة الثالثة التي وضح لنا الاستبيان أن سكان البحرين ينظرون إلى الانفاق في ضروريات الحياة شيء مهم وكذلك نسبة الانفاق على السلع الفاخرة حوالي 730 دولار شهرياً انطلق في مملكة البحرين مؤتمر تطورات الحديثة في صناعتين التكرير والبتروكيماويات بتنظيم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات وتطورات وإمكانية الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول المنطقة وزيادة الطلبات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء في صناعة التكرير والبتروكيماويات ويبحث المشاركون في المؤتمر مراجعة الواقع الحالي والمستقبلي لصناعتين التكرير والبتروكيماويات والتحديات التي تواجهها وتكنولوجيا العمليات التحولية لتعظيم انتاج مصافي النفط والمشتقات البترولية الخفيفة ويتركز المؤتمر مؤتمرنا لهذا العام على موضوعين رئيسيين هما صناعة التكرير المصافي وكذلك البتروكيماويات فصناعة التكرير كما نلاحظ أن هناك تطوير دائم في الصناعة التكريرية صناعة المصافي تقوم دائما في إجراء التطويرات والأي مستجدات على الصناعة البترولية ترجمة نانسي قنقر